السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كتبوا معنا حلبات الامتحان ديال الحي الحساني هذا هو القارج اللي كانوا دخلوا ليه كما كتشاهدوا قدامكم من بعد ما غادي يحيد الولد فهذا العبار ديال القارج اللي كتشوفوا قدامكم دابا هذا هو القارج ديال الامتحان يعني كتزيدوا الدخلوا ما بين هات الحديدات وراح ديتها انفاص مع النخلة ما كتبانش مع الفيديو طريقة يعني باش غتدخلوا للقارج هي هادي غتكونوا هنا وتكونوا شوي اقراب للتروتوار والقارج هو بقى الليسر ديالنا يعني كنكونوا ثلاثة ديال طنوبيلات واحد من ورا واحد عليا من لها التروتوار فشن من بعد ما كنناخدو العبار ديالنا اللي كندخلو بيه للقارج كندورو الفولون كلو الليسر صافيو كنتمو غادي بشوية بحالة ديالشكل هادا كندورو كنبقى ندور يعني غادي الفولون ديجا دورشو من اللي كندورو بهذه الشكل كندقاد ليه الطنوبيل فالقارج كندقاد الروايد وكنكمل حتى ندخل عند الحديد اللي قدامي اذا هذه الطريقة ديال القارج هنا ستاسيون مو يعني ضرت و جيت الستاسيون مو كندير هذا الخط البيض فالوسط وكنكن غادي او ثاني كندقنا باللولة والثانية والثالثة يعني ثلاثة من اللي كنكون غاديين دائما اللي كيمشي حتى القدام كيجي واحدة اخر منورها هي الجوش وكيجي الاخر منورها هي ثلاثة دونك هاد الحديدة اللولة كتكون محسوبة على الثالث باش كتبقى وراه والثالث كي ياخذ على هاد الحديدة الثانية اذا بالنسبة على العبار ديال الستاسيون كما كان بيين وات الحديدة اللي فوق الخط صفر كان بيينها من الباب اللوراني وكن دوروا الليمين وكن دخلو نجيبوا العبار ديال السكوتشات حتى التروتوار من بعد عود تاني كان دوروا الليسر كرجعو باش نبلاسيو في هاد المستاطيل اللي كينه هنا يا ما بين التروتوار والخط صفر اذا انا كيني ثلاثة ديالستاسيون واحد منور واحد كيبلاسي الاخر يتبعوا الوسطاني عاد لو يمشوا وفي وسط من هاد المستاطيل فهنايا يعني كدخل الطنوبيل هنايا كانت تسماره نجحت من بعد ما كان سالي كان ندور كل شي الليسر وكان عود نزيد حتى ندور التروتوار قدامي نوقف ندور عود تاني الليمن ونرجع تيجيب هذا الخط الصفر المعكت فيه عاد ندور الليسر كل شيء ونرجع اذا انايا كدشوفوا ادوال مستاطيل وهذا هو بلاس المتحان هنا فين كنديرو السكوتشة فين عاد لكم الولد صافي كنساليو مرحلات استاسيون مو داك الدوميسور اللي كنديرو كنمشيو كنساليو من استاسيون مو اذا ادي البلاسة اللي كنديرو فيها استاسيون كنسال الزيقزجغ داك الدونجل دايما وهذا الخط اللي به göreد نظيرو أقوى نقدر بثوق الحديدا essayer politically ب về هو الطريق اللي غدير في الدوميتور من اللي كاتر جهورة كتلقوا علامة تقيف. كل واحد كيشد العبار على هاد الحديدة. انه دخل في هادك المستطيل اللي كتشوفو. اللي بالصفر. دعبا غادي نشوفو الزيجزاج. من بعد ما كان ماركي ستوب ندورو الليسر. كنتم وغادي نطالعين للزيجزاج. هو الاخر. المرحلة الاخرة. يعني كنبقى غادي من عند هاد البانو هادا. او اللول. وراتاني لها بيناتهم. يعني هاد البانوات كبار اللولين. صافي كندير السينيال الفوق. كندخل. فوق من هاد الخط الصفر. وكن قاد طنوبيل ديالي ما بين البانوات وطرطوار. يعني كنمشي حتى الرأس. من اللي كنمشي حتى الرأس. كرجع مارشاريان. بهذا الشكل هادا كنبقى جايراجا. وكنشوفو مطابعة الحال على المرايا ديالليمن. كنبقى راجع راجع. حتى كنوصل لحديدة اللي كنحطو اللورم اللي كنقرب لها. صافي كنوقف الى طيحة تهيارة ما سقط. صافي البلاسة اللي دخلت لها. نبقى راجع. كنبقى راجعين راجعين. بعد شكل هادا مارشاريان. راز زيجزاج. بديت راجع مع الطرطوار. ومنفوط شاد الخط الصفر اللي على اللاسر. يعني ما بالخط الصفر والطرطوار. صافي من اللي كنوصل. الحديدة كتبقى راية. يعني بهذه الشكل هادا البلاسة هادي كنوقف. يعني راح الحديدة ده بقى نبقى لكم. انا كنبقى بعيد عليهم اللور شوية. نبقى لكم باش تعرفوا. كنبقى راجع مارشاريان. المسافة كلها. يعني راح ما طويلش بزاف. الحديدة اللي كسكولور. كنقرب لها. كنوقف صافي كنبقى.